بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين والطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم إلينا اليوم من الأخ محمد القطان يقول السلام عليكم أنا من المستمعين لمحاضراتك وقد فهمت منكم بأن الإمام المهدي لم يولد ولا يوجد ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولكن هناك مهدي منتظر عند الأخوة السنة وكتبهم تزخر بالأحاديث المبشرة به فما موقفكم من مهدي السنة ولكم التحية والسلام بالحقيقة الأقاعد الأساسية في الإسلام يجب أن نأخذها من القرآن الكريم والقرآن الكريم لن يشر إلى شخص معين يغير العالم سواء سمناه مهدي أو سمناه أي اسم آخر القرآن الكريم فيه تعليمات فيه واجبات يأمر الناس بإقامة العدل بإقامة القصد بمحاربة الجور والظلم يعطي تكليفات تكاليف للناس الأحاديث التي تبلورت وانتشرت يعني عبر الزمان الناس صار يألفوا أحاديث على النبي وعلى الأئمة وعلى ما يمكن نطمئن لكل هالأحاديث حتى لو كانت بالمئات أو بالآلاف لأنه هذه الآن أو بالقرون المتأخرة تكاثرت ولكن عندما نرجع إلى بدايات الإسلام ما نشوف الأحاديث موجودة يعني مثلا الإمام المهدي مصطلح للإمام العادل للحاكم العادل في مقابل الحاكم الظالم طرح هذا في القرون الأولى والناس كان يأملون أن هذا أو فلان أو كذا يكون هو الإمام المهدي هو القائد هو الثائر العادل الذي ينشر العادل ويملأ الأرض قصطا وعدلا بعد أن تملأ ظلم وجورا وما كان فيه في البداية شيء اسمه شيعة أو سنة حتى نقول موجود عنده سنة وموجود عند الشيعة حتى عند الشيعة الحركات الشيعية العديدة في القرون الثلاثة الأولى كان فيها حوالي 20 حركة شيعية 20 ثورة وكل جماعة وكل فصيل وكل حركة كان تأمل أن يكون قائدها وإمامها هو المهدي المنتظر يعني ناس انتظروا واعتبروا الإمام علي هو المهدي الإمام الحسين اعتبره هو المهدي ابن المهدي محمد بن حنفية محمد بن عبد الله ذا نفس الزكية الإمام زيد بن علي وآخرين يعني دائما كانوا ينتظرون ومن هنا تفرعت الأحاديث وتكاثرت تعرفون أنتو مثلا البخاري ومسلم جمعوا الأحاديث في منتصف القرن الثالث الهجري جمعوا ستمائة سبعمائة ألف حديث واختاروا منها ستة ألاف مثلا خمسة ألاف ستة ألاف طيب يعني هالأحاديث مين اجت؟ تكاثرت ناس كان يختلقون الأحاديث ويقال أن هارون رشيد كان يعطي فلوس على أي واحد يجيب حديث فالناس بدأوا يختلقون الأحاديث حتى يحصلوا أموال فالحاديث ليست حجة المهم الفكرة الحضارية لنأخذها أنه نحتاج إلى إمام عادل سابقا كانوا يربطون كل الأمور بشخص واحد يعني شخص واحد يجي يكون عادل في غير الدنيا وبعد ذلك صار الفكرون لا تكون حركة تقيم العدل أو حكومة ونظام نظام معين هو يكون فيه قوانين تطبق العدل بالمجتمع ترعى الفقراء واليتامة والمساكين هذا هو المهم يعني نحول المهمة من مهمة شخصية واحد يجي يغير العالم إلى مهمة عملية الشعب يقوم بانتخاب حكومة والحكومة تطبق العدل مع الأسف مثلا الآن المعركة الانتخابية قريبة وتشوفون بعض النواب يرحون ووزعون بطاطا كياس بطاطا على الناس على الفقراء والمساكين أو بطنيات أو مثلا أشياء أو وعود كاذب يعطوهم هذا معناته أنه النظام بعده مو عادل لماذا يوجد فقر وفقراء يحتاجون بطاطا حتى يجي النائب يتفضل عليهم يتمنن عليهم ويعطيهم بطاطا ويعطيهم بطانية هؤلاء الفقراء الذين يحتاجون هذا النائب يريد يشتري صوتهم لأنهم محتاجين يرشيهم بينما ويذلهم طبعا في هذه العملية المفروض أن الدولة فيها قوانين وأي واحد فقير أي امرأة أي تام أي إنسان حتى عادي حتى عادي إنسان ما عنده شغل ما عنده عمل وقفوه عن العمل مثلا هذا إلى حق وهذا موجود حتى في الدستور العراقي أنه بحاجة الدولة يجب أن تؤمن له المعيشة الكريمة تؤمن له البيت تؤمن له الطعام تؤمن له الراتب تؤمن له الصحة التعليم الأمن هذه واجبات الدولة واجبات الدولة العادلة إحنا فقط نفرح والله قمنا دولة مثلا الحاكم شيعي جعفري أو سني هذا ما يهم شيء ما يغير بالأمور يجب أن نغير القوانين مو الأشخاص يتغيرون والله هذا مثلا من طعفتنا ومن جماعتنا ومن عشرتنا الحاكم نفرح إذا النظام العام بالبلد ما يوفر العدالة للجميع يعني نظام ظالم هذا وإحنا علينا أن نقيم العدل علينا أن نوفر التعليم لكل الأطفال ليش يكون أدنى 47% أمية الآن أدنى بالعراق أدنى أطفال بلا مدارس بالشوارع أدنى أيتام يستعطون بمفارق الطرق أدنى أرامل يستعطون من هالمؤسسات الخيرية وتلك المفروض الدولة هي تقوم بهذا الأعمال الدولة تحفظ كرامة الناس وتوفر لهم العمل والسكن والصحة والتعليم والدواء وكل شيء والحمد لله دولتنا مو فقيرة ولكن شوفوا المصاريف كيف تصرف تصرف مثلا على أماكن الناس ما يستحقون مسؤولين بالملايين يغرفون والناس الفقراء البسطاء ما عندهم تأمين سكن ولا تأمين صحي ولا تعليم ولا تأمين حياة فعلينا نحن أن نقيم هذا النظام العادل ما ننتظر سواء عند السنة أو عند الشيعة فكرة الإمام المهدي الإمام العادل يعني هذه فكرة حضارية ضرورية يجب نحن علينا أن نطبق هذا القانون أن نكون مهديين وننتخب حكام المهديين حتى يطبقوا العادل في مجتمعنا فمو مشكلة سواء السنة يعني أدم أحاق لا حديث غير صحيحة يجي واحد آخر الزمان ويغير العالم كل هذا فكرة ما موجودة بالإسلام ولا بالقرآن الكريم وين فيها حديث صحيح حولها حشوية ناس كان يرون أحاديث كثيرة غير معتبرة والعلماء المحققون حتى عند السنة لا يعتبرون هاي الأحاديث يمكن السلفية أو اللي هم أخبارية أيضا يصدقون ببعض الأحاديث هذا مو دنيل إذا مثلا إبن باز أيد هذا الحديث ولا فلان شيخ سلفي آخر هذا ما يصير للحديث صحيح الفكرة المهمة اللي إحنا يجب أن ناخذها ونطبقها الله يأمرنا بإقامة العدل والحق بالمجتمع هذه مهمتنا ما ننتظر واحد يجي من السماء أو من الغيب أو في المستقبل بعيد بعد ملايين السنين حتى يجي يطبق العدل إحنا علينا الآن أن نطبق العدل أن نقوم بحركة مهدوية وبمواقف مهدوية حتى ننتخب حكاما مهديين يطبقون العدل والقسط ويمدقون الأرض قسطا وعدلا والآن شوفوا بلادنا يعني الحمد لله الآن أيام صدام كانت مليئة بالظلم والجور الآن لا نسبة تختلف يعني ولكن أيضا بعدنا ما طبقنا العدل بذيك الصورة رمك رفعنا نسبة كبيرة من الظلم والجور ولكن نسبة كبيرة من عدم المساواة في المجتمع من ظلم المجتمع لا تزال موجودة يجب أن نسد هذه الثغرات ونرتقي بنظامنا السياسي والاقتصادي لكي يحقق العدل بالمجتمع القانون لازم يكون القضاء ما يكون قضاء أشائري كله ظلم قضاء العشائري كله ظلم الآن نحن نزلنا درجة من القضاء العدل إلى القضاء العشائري وكل ظلم في ظلم ما يحكمون بالعدل لأنه الدولة ضعيفة القضاء ضعيف فساعدنا قضاء أشائري يحكمون بالباطل علينا أن نطبق العدل ونمنع هذه الانحرافات نرتفع بمستوانا إلى مستواء الدولة القانونية العادلة التي توفر الخدمات للناس وتوفر العدل والقصة لجميع طبقات المجتمع وتوزأ الثروة بصورة عادلة على الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته